مؤسسة التعليم التقني والتكوين المهني بمدينة النعمة تعد صرحا تعليميا لتأهيل وتدريب اليد العاملة الشابة على المستوى الجهوي هنا في ورشة ميكانيك السيارات إحدى ورشات المؤسسة المهنية يتم تعليم التلاميذ إصلاح السيارات وتركيبها واللحامة وغيرها نقرأ ميكانيك نقرأ تأدال أمريات تأدال الفرع تأدال ميكان نفتح محل الآن الراسي إيشياني في الآن أمري ميكانيك زين الحمد لله نتألم وندرسون نفتح المكان ونفتح الحجيد تأدال أي شيء إن شاء الله نتألموا به ويتحدد المشرفون على البرشة عن إقبال المتزايد من قبل الشباب على هذا التخصص الذي يلبي حيثنا ساسية في سوق العمل المحلي بالمدينة في الأوين الأخيرة لاحظنا على أن عاد فيه إقبال كبير على هذا المجال ينقل ميكانيكا وكهرباء السيارات من طرف الشباب الولاي وذلك جعلنا على أن في السنة الماضية زدنا العدد الطلاب اللي كنا نقبوه حتى أن هذه السنة عندنا ما يناهز 22 أو 23 طالب متدرب فيها المجالات اللي عندنا الشين هي عندنا جزء يقرر في السنة اللولة والجزء الثاني يقرر في السنة الثانية جانب بين جانب نظري وجانب تطبيقي الجانب النظري يعدل في الفصل والجانب التطبيقي يعدل داخل الورشة هذه السنة عندنا مجموعة من الوحدات التكوينية هي التبريد والتكييف تبريد السيارات والترانسميسيون عندنا تعليق وعندنا الفريناج وعندنا البودة فيتس وعندنا بالإضافة إلى تفكيك وتركيب المحركات وإصلاحهم بالإضافة أيضا إلى كهرباء السيارات وتفتح المؤسسة التعليمية بمستوياتها وتخصصاتها فرصة للنساء للتكوين في إعدة المجالات خاصة الخياطة وتقوم المدرسة منذ إنشائها بالمساهمة في الاستجابة للطلب الاجتماعي والاقتصادي للتكوين إضافة إلى تزويد السوق المحرية باليد العاملة المهنية المؤهلة والمدربة درس تعليم الفني والتكوين المهني قامت خلال هذه السنوات بدور كبير في سد الفراض الموجود في الولاية وتماشية مع السوق العمل حيث خرجت عديد من المتدربين في مجموعة من التخصصات الكهرباء والنجارة الخشبية واللحامة والبستنة والبيطرة والتمديدات الصحية والمعلوماتية والتنمية الحيوانية هذا كامل في إطار مهمة الدولة بإنها تكون هذا الشباب وإنها تحد من بطالته لأن البطالة مرتبطة بالتكوين مدى ما هي متكونة ما تقدر تحد منك البطالة ويبلغ عدد تلاميذ المدرسة 634 تنمية يتوزعون على شعب الشهادة التطبيقية وشهادة الكفاءة المهنية وشهادة الكفاءة إضافة إلى الشهادة الفنية في الرياضيات الميكانيكية الفاغاولي الشيباني قناة الموريتانية مدينة النعمة